أكد الأميد العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على ضرورة تقيد إسرائيل الكامل بقرار محكمة العدل الدولية بما في ذلك السماح بدخول محققين دوليين إلى غزة للتحقيق في الدعاءات ارتكاب إبادة جماعية وقال جوتيريش إن قرارات المحكمة ملزمة للدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة كما أوضح جوتيريش في بيان ألقاه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك أنه سيحول قرار المحكمة إلى مجلس الأمن عملا بالإجراء المتبع يشير الأمين العام إلى قرار المحكمة أمر إسرائيل وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بوقف هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح من شأنها أن تلحق بالجماعة الفلسطينية في غزة ظروفا معيشية قد تؤدي لها